هل يستطيع منتخبنا الوطني أن يفوز على منتخب الإبواري؟ نعم يستطيع أيوة نقدر نكسب منتخب كودفور نقدر نكسب منتخب كودفور ونقدر نعمل مباراة حلوة كمان مش نقدر نكسب بس نقدر نكسب ونعمل مباراة حلوة ليه؟ لأن احنا عندنا محمد الشنوي عندنا أحمد حجازي عندنا الونش أو محمد عبد المنعم عندنا أيمن أشرف أو الفتوح عندنا عمر كمال عبد الواحد عندنا السلية عندنا حمد فتحي عندنا النني عندنا عبدالله السعيد عندنا مرموش عندنا محمد صلاح عندنا مصطفى محمد عندنا رمضان صبحي عندنا سيد زيزو عندنا محمد شريف كل اللاعبين اللي موجودين الأسماء اللي أنا بقول لحضراتكم دي بكرة حيموتوا نفسهم دي الأخبار اللي جاية أنا بقول لحضراتكم معلومات وأخبار جاية من معسكر المنتخب من معسكر المنتخب معسكر المنتخب بيحصل فيه ايه دلوقتي كل اللاعبة مركزة مش دلوقتي يعني قبل ما نخش بشوية كل اللاعبين مركزين في شيء واحد بس كيفية اسعاد الشعب المصري بكرة الناس كلها مركزة في هذا الأمر الناس كلها مركزة والكل على قلب رجل واحد كلنا هنقف خلف منتخبنا الوطني بكرة بكرة هتلاقونا هنا في القناة مسكين العالم عالم مصر وعمالين يشجع الساعة ستة العالم أو مصر كلها ان شاء الله هتكون في انتظار هذه المباراة مصر هي حامل بطولة كأس الأمر أفريقية سبع مرات سبع مرات هتقول لي ده تاريخ هقول لك المستقبل بيجي من تاريخ المستقبل بيجي من تاريخ أو قوة المستقبل بيجي من تاريخك واحنا لما بنيجي نتكلم عن نادي الأهلي دايما بنقول لحضراتكم ان احنا عندنا كم واربعين دوري وكم وثلاثين كاس وكذا 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 ليه لان احنا النادي الأهلي أو الأهلوية قوتهم بيجي من تاريخهم اللي موجود منتخب مصر سبع علامات بصوا كده على التيشرت هتلاقي سبع علامات أو سبع نجوم لمنتخبنا الوطني بسبع بطولات أفريقية وبالتالي منتخب مصر يظل دائما من المنتخبات المصنفة والمنتخبات المرشحة وبقوة حتى لو حيلعب كودفور بكرا ان شاء الله ما عنديش مشكلة ان انا لعب كودفور مين شايفين مين أقوى فريق يعني الناس كلها دي تتكلم على ان الكاميرون آه فريق قوي وكل حاجة ولكن في مساعدات كثيرة جدا خصوصا بعد الفيديو اللي نشروا كل لعبة السيرليون امبارح أو الفرقة اللي كانوا بيلعبوها من المنتخب اللي كانوا بيلعبوا من منتخب الكاميرون امبارح طيب جزر القمر انا اسف امبارح جزر القمر في مباراتها امام الكاميرون نشروا من شوية فيديو قالوا فيه او شافوا فيه اللي حصل اثناء وصولهم الى ارض الملعب او اعلانوا فيه اللي حصل اثناء وصولهم الى ارض الملعب اوتوبيس صغير كده والناس بتستعدوا جوه الاوتوبيس وبتعمل جوه الاوتوبيس وبيقولوا ان ده كان وصول او تأخير متعمد من الجانب الكاميروني كلام كتير جدا بنسمعوا الحقيقة هنشوف بقى اللي حيحصل في هذا الامر ايه النهاردة لانه الحقيقة مباراة او بطولة زي ما حضراتكم شايفين هي بطولة صعبة بطولة قوية الكل ينتظرها الكل ينتظر بكرة المصريين كلهم بكرة ينتظروا منتخبنا الوطني حيعمل ايه حيلعب ازاي كارلوس كيروش هل سيواصل سلسلة عناده خلال الثلاث مباراة السابقة ويلعب بمرموش ويلعب بعبدالله السعيد ولا حيغير ويلعب بأحمد سيد زيزو سمعنا انه وقد يلعب بأيمن أشرف يلعب بتلاتة في وسط الملعب النيني وحمد فتحي والسلية محدش عارف الحقيقة والكلام كتير جدا في هذا الأمر